صباح أرجع لجنابك مرة ثانية وأسئلك الغطاء السياسي اللي يتوفر للفاسدين أو بعض الفاسدين اللي يتوفره الأحزاب الحاكمة توفره بعض الجهات الميليشيات القوى التي تحمل سلاح غير ذلك وربما يوفره صاحب المنصب الأعلى يعني الوزير يوفر للمدير العام مثلا وهكذا ما معروفه هذا الغطاء السياسي قلب فترة عبد المهدي والكاظمي أكثر مما كان عليها قبل يعني بالعكس زات زات سبب أنت شوف تدهور الاقتصاد بالعراق شوف الدولار وين وصل شوف الحالة المعيشية شوف الكهرباج قصارت نسبة إنتاجها شوف تصديرك للنفط شقد راح وشقد الوارد إليك قيارك أرقام حسابية راح تشوف أنت اليوم اليوم إحنا اليوم أفضل من الباتشر وهذا الدليل هذا زات مونقص لكن محاربة الفساد سيد رحيم عبالة أنا جاي أسقط بالكتلة بالكتلة مالي الأخوان بالعكس أنا كل الحكمة أصدقائي أنا ما جاي أسقط أنا جاي أقول الكل مشتركة بالعملية السياسية السابقة الكل ساهمت بدمار العراق الكل ساهمت بتدمير شباب العراق بالنسب 90% يعني بنسب متفاوت ما يطبعا هاي الجيامية هاي اليوم بـ 18 نسحبوا تياري الحكمة من المجلس الأعلى وطلعت من حبايات وطلعوا بوحدهم وقالوا احنا تيار شبابي واحنا ناس وبوحدنا وما نلتفت للورا وريد أن نطور بلا 17 احنا اليوم 21 شنو لقدم ثورة التشرين اللي صارت العام طلعت الشباب واستشهدت الشباب وانتفضت العالم على شنو على أول ما طلعوا على الخدمات لا كهرباء ولا مي ولا تعين ولا وظيفة ولا أهل حملات الشهادات قاعد يتعينون أنا اليوم عين من قرائبي 500 واحد وابتدائية وخلي يجيني واحد مهندس نفط هذولا كما نامين بالشارع مجلة بوزارة النفط تصدر بـ 5 مليار بالشهر 5 مليار دينار بالشهر 5 مليار انت لو تعين دولا المهندسين النامين بالشارع مو أفضل من مجلة تنشر نشاطات الوزير واليوم يا هل يقرأ المجلة كل العراق من ضمنهم أنت وضمن سيد النائب مجلة تصدر بـ 5 مليار طبعا موجودة وهذه موجودة الملف بهية النزاها مرفوع 5 مليار دينار عراقي انت تقدر توظف بالـ 5 مليار دينار عراقي شهريا أكثر من 100 مهندس تقدر تودي المهندسين بدل ما جايب 250 ألف بنقلاديش وهند عفوا وهندي تقدر تشغل المهندسين النائمة بالشوارع وين ألف بنقلاديش بكل الشركة بشركة النفط الوسط وشركة الجنوب يعني بوزارة النفط طبعا متعاقد مع بنقلاديش موجودة أنا ما أعرف أنا ما أقدر تقدر يعني تتصل بالإخوان وتعرف هذا الأرقام هاي الأرقام تعيني شبابك بها مهندسينك اللي كان مهندس النفط يشترون ليبيا واليمن والعالم قال شيخ سيد رحيم قال نقطة مهمة قال أنت مستقل وعنده دليل أنا همشاك بيكون مستقل سداء أخلى أكون صريع أي والله خليطي خليطي حسا واحد مثل جمال الكربولي أنت تروح الذبب السجن هو عنده غطاء سياسي ورئيس كتلة ومشترك التحالفات غريبة واحد ثاني معرف شاسمه غريبة ففهم لي شيء الوضوع يعني صح هذا السؤال أكثر من مرة يمكن السيد أغلب الأخوان يعفوه صباح الكنانة بالمدينة الصدر وكان أحد أعمدة التيار الصدري ها بالخط العسكري وليس بالمدنيين لأن الخط العسكري بعيد كل البعد الخط أنا رجال مجاهد أنا صاحب شهداء ومصوب 17 مرة الخط الجهادي يختلف عن الخط السياسي والخط الاقتصادي والدليل يظهر السيد مقتدى الصدر بكل بياناته شي يقول يقول عدم التدخل العسكري بالجانب السياسي والاقتصادي ممنوع ما يتدخل 2008 بعد أصابتي الكبيرة يعني تدري أنا عمود فقر كل أبلا تين سلامات الله سلامك بعد أصابتي بال2008 محد سأل عليه نصابت 2008 بظهري أنا نصابت 17 مرة بس أقوى إصابة ما حسل علي ابتعدت ابتعدات كامل والدليل أنا الآن مستقل هسه عرض لك بالتلفزيون وتودي وحدة من قنواتك الوحيد في مدينة الصدر تشقك صوري أنا وين يشقيك يعني ما ما أقول يا هو بس هي مبينة هي مبينة الدليل اليوم مقابير صورة اقبال بيت أهلي أنا اقبال أهلي بيت أهلي اقبال مكتب السيد الشهيد الصدر الصورة مشقيقة ومشمورة زين فهي هذا بسيط يطلع أحد الأخوة اسمه عدنان العقيلي تابع السرايا السلام حتى خاف يقول مستقل قالهم هنا ما تنحصوا الصورة الصباحي كلا لأن ما تابع للتيار الصدري زين بعد أكثر من هاي زين شو يصير الاستقلال الصورة عندما تنحصوا ترجمة نانسي قنقر